برشة أغنية جديدة لفايا ونيل الأغنية الأولى من ألوبامها الجديد أصواتنا سعادة باستقبلها مرحبا أهلا وسهلا عسلامة شاكتش الأخبار حمد لله لبس لبس كله تمام مرحبا بك شكرا دكتور محمد لعنة المرحبا أيضا مشروع مع فايا تنحكيه فيه شنه هو اللي مبعد المشروع ذا بعد شوين نأخذ التفاصيل من عندك فايا بتكون موجودة في دقا 28 جولة مضبوط سحيح مهرجان دقا مهرجان يجدد في نفسه مهرجان في مكان تاريخي شنو يعني لك وجودك في دقا وبعد نحكيه على بقية المواعيد أول شي دائما في سعادة في العودة إلى تونس وحفلات الصيف ودقا أول مرة حنغني بدقا أنا عندي عشق للأماكن الأثرية أنا من الناس اللي بيأمنوا كتير بالطاقة فبأمن أنه هيدول الأماكن منهم عادية بيحملوا تاريخ وحضارة وما في أحلام أنه نغني على مسارح أثرية وأوتدورز وهلأ خفيت لسخونة شوية طوال التقس ملائم للعالم أكثر فما في أحلام أنه نملي نملي هيك أماكن أثرية بعرف أنه هو بمكان شوية بعيد بس هالسنة التنظيم جدا رائع وحيكون في مواصلات ونقل الإقراح سيبهم بإنتاج جديد نفرح برشة تعامل مع الدكتور محمد لسود كيفش كان التعامل مع محمد خلنا نحكي معاك أنت كيفش صار كيفش كان التفكير في غنية تونسية وبلهجة تونسية أو مرة تغني غير لهجتك صحيح هو هالألبوم أصواتنا يعني فينا نسميه مشروع ثقافي لأنه بيرتكز على فكرة أنه نضوي على لهجاتنا المختلفة يعني كلنا بنحكي عربي بس كلنا كل واحد بيحكي بلهجة وهي اللهجة هي بتحمل ثقافة كاملة يعني بيقولوا الأمثال الشعبية لحالة بتحمل فكر فكيف لهجة طريقة الحكي فكتير حلو أنه التجربة كانت هيك جدا يعني مميزة بالنسبة إلي فحبينا أنه نبلش من تونس ولما يعني قررنا نعمل الأغنية التونسية طبعا أنا متابعة عليش البداية من تونس أنا يعني هلا هي البداية حتكون somewhere فبالنسبة إلي تونس بلد كتير خليني أقول يعني احتضني فأنا بحب أحكي عن هذا الشي هيك وين ما رحت يعني بيسألوني حتى لو أنا ما حكيت بيسألوني أنه شو السر رد معروف يعني هذا نوعا ما لا أكيد لا أكيد لا هو يعني أنت فيك تسميه شو ما بدك بس أنا بالنسبة إلي هو أول شي أنا مغنية كتير تونسي بالحفلات لفنانين كبار ودايما كانت فكرة أنه أمتى حيكون عندي الأغنية خاصة التونسية إن تجي كل الخاصة فهي هيك تجربة جدا حلوة يعني لما قررنا نغني بالتونسي كان المايستر محمد الأسود من أول الأسامي اللي فكرنا أنه نتواصل معهم ونعمل شي سوا أنا طبعا متعب على أعماله متعب على الشغل اللي بيعمله مع فنانين آخرين فتم التواصل وهيك كنت كتير سعيدة بأنه كان فيه يعني إيجابية وصراحة المايسترو كمان هو غاص بالفكرة هو عم يدور معنا على كلمات يعني كتير حب أنه تحمس يعني صار يفكر هو تبنى المشروع كله وبعدين تبنى أغاني آخرين أيضا في الألبوم يعني لأنه كمان المايسترو صاحب رؤية فنية وثقافية يعني لغير بلاد أيضا يعني لأنه في غنى وفي تنوع وفي إيقاعات مختلفة بكتير لهجات أخرى بان محمد لسمت كيفاش كنت تعرف غاني موسيقى فايا كتصلت بيك كيفاش خممت في المشروع نحب قبل كل شي نقول حاجة مهمة برشا في خصوص الشخصية الفنية الفايا يونان فايا يونان ما هيش فنانة ما هيش مطربة ما هيش فايا يونان هي صاحبة مشروع صاحبة فكرة يعني الألبوم اللي عملناه توا ما كانش مجرد ألبوم يعني عندنا من واحد لسبعة أغاني يلزمهم يكملوا لا فما فكرة الفكرة شنية الفكرة كونه يكون كالنجم ناخذها للمحمد علي كامون الكلمة كما هو عمل فنت كات برفام احنا اخذينا لبرفام تعالعالم العربي كل هذي يطلب برشا خدمة يطلب برشا بحث خاصة لأنه ما هوش فنان قاعد جابوله تيموان تاع غناية سمعوا عجبته غناها ومشي لا فنان يحب يعمل غنية تونسية اللي تمشي مع الشخصية متاعه قبل من نلحن نفرح برشا سمعت برشا حاجات الفايا ركزت معاها شفت الشخصية الفنية متاحها شفت نوعية الجمهور متاحها كذلك هذي كان لي سهل لي مبعد المهمة باش نعملوا ستيل متاع الغناية وذول مشروع كامل قلنا هو موش فقط باللهجة تونسية بتزيري بعد شوية نعرف تفاصيل بس خليني يقول كمان أنه يعني اللي اقترح أو صاحب كمان فكرة أنه يكون عنا ألبوم هالأد متنوع وفيه لهجات كمان لازم نذكر يعني مدير الفنون حسام عبدالخالق لأنه كمان جدا مطلع ومثقف وبهمه كان أنه عن جد كل عم يضحك عم يضحك المايسترو ممتابع أدقت التفاصيل يعني أدقت التفاصيل رقف على المشروع كله تفاصيل التفاصيل فنوجه له كمان هو موش دالي كفايا الغناية بالتونسية أول معناها بديت تغنيت الصغير وهذا حمد في الحفلات اللي تغنيهم كان ديما ثم غاني التونسية قديمة تتعاود همد هادي الجميني همد الجاموسي عليا أكيد عليا التونسية بالفصحة نحن من إلا عليا التونسية عليا التونسية عليا التونسية وحتى يعني شعر صغير أولاد أحمد طبعا شعر البيئات كمان كان فصحة بس حتى للطفي بوشناق دايما في دايما في أغاني تونسية بالحفلات يعني الحفلات القادمة كما نقوله دجا نقوله سفاقس الحفلات اللي جاية ثم أغاني تونسية غير نفرح برشة بطبيع بطبيع كيف أشكون مثلا كيف أليشكون أنا والمايسترو لسه ما قررنا أو قررنا بس بدنا نعملكم ياها مفاجأة في القائمة محمد لاسل تشكون موجود من الأغاني اللي وشتتغنى يعني أنا ما دم نخليش ليجبه من عندك أنت من خبه من عنده ما زلنا فما برشة اختيارات وهنا قاعدين فما فكرة كوكتيل بوركوابا علش لا علش لا قلنا ألبوم أصواتنا هو ألبوم أنت قد تسميه مشروع متكامل فيه أكثر من من لهجة مشروع إذا فيه غير اللهجة التونسية المشروع لغنية زيرية يا زوني من زالكي هابتط الأغنية الجزائرية عمرها ساعات من زالكي هابتط وطبعا كان فيه أغنية عراقية أغنية مصرية وأغنية خليجية يعني هو ليش نحنا منقول مشروع ثقافي يعني اليوم دا تعمل ألبوم جديد يمكن في فئة كبيرة من الفنانين بيحبوا يعرفوا شو السائد هلأ شو الرائج شو اللي بيضرب شو اللي فنحنا عملنا العكس نحنا يعني ارتكزنا بكل أغنية على التراث العراقي مثلا على التراث الإقاعات اللي بيستخدموها دائما مش إنه هلأ ولا هالسنة رائج هيك يعني هي الإقاعات لبلاد ونغماتها ومقاماتها فحتى مثلا كيهبطت الأغنية العراقية في ناس وليت نحكي كيو تونسي كيو تونسي على الأخير أنا مش جاربوك في تونسي بعد شوية توترد لأ مريقل مريقل لبس ففي ناس مثلا قدما الأغنية ذكرتهم بالتراث صاروا يسألوا إنه هل هايدي أغنية مجددة هي فقط إنه إقاعها هو مثلا إقاع الجورجينا الكتير المشبع يعني بموسيقى العراق والفرات ومقامة أيضا والسيقا فنحنا كتير يعني رحنا رحنا برحلة هيك للماضي وللحاضر يعني تعمقنا إذا بدك بكل مثل ما هو يعني الماسترو سماها كانت مثل عبق من كل من كل بلد شنو كان تتفعل التونسة بعد ما هبطت نفرح برشة أوه حلوة على الأخر هاي بيك شنو قالوا شنو كان تقييمهم زدك كيف كيف لغنيك بالتونسي في يعني أنا كنت كتير عم بقرأ تعليقات وأكتر شي على اليوتيوب وعلى السوشال ميديا وهيك عندي ف يعني في خليني أقول الغالبية كانوا كتير كتير إيجابيين وحتى صار بعد يومين بس هي ضلت تريندين I think لأسبوع يمكن لعشرة أيام بيوتيوب بتونس ورقصا صار فيه كوفرز وصار فيه كورالات عم بتغنيها فهيدا يعني قديش الموسيقى كانت قريبة من القلب يعني كانت هيك السهلة الممتنة كان فيها رسالة أنا خليني أحكي كمان على الكلمات طبعا وجه تحية لمحمد البسكري صاحب الكلمات أنه أنا لما سمعت حسيت هاي الأغنية مش عم غنيها لحبيب صراحة تصلح أن تكون لحبيب بس حسيت عم غنيها للجمهور التونسي نفرح برشا كيف تسمعني ندن في غناية ترجعني للفن اللي هو دوايا يعني لأنه نحن لما منحكي هيك ما منكون عم نصف حكي بس فعلا الشعب التونسي جدا مثقف موسيقيا بالحفلات كنا عم نحكي من كم يوم عرفت أنه في خمس سنين بيدرسوا كومبولزري ميوزيك مشان هيك كلهم بيغنوا على الطبقة صح بالكونسيرت بيغنوا على الطبقة ما بيضيعوا بيغنوا بيعملوا لك هارموني كمان إذا بدك ففيه اهتمام كتير بالموسيقى والفن وهيدا شي كتير يعني الفنانين بكل المجالات يعني بمهرجانات السينما هون بمهرجانات الموسيقى أنه المتلقي هو حدا عارف شو عم يحضر عارف شو عم يسمع يعني أنا بالنسبة لي كنت أول مرة بجاء تونس مهرجان قرطاج السينمائي كانت أول مرة بشوف ناس بالسينما عم يتفاعلوا مع الفيلم يعني عم يتفاعلوا عم يصفروا لما البطل يعمل شي عم يزقفوا ففيه حيوية فيه حيوية محمد الاسود دي ما كانت الفكرة أو النقد اللي وجه للهجة التونسية ناس عيبة انتشارها في العالم العربي ما هوش سهل على خاطر كلماتنا ما هيش بالسهل تتغنى منعش مع فاي هل تكسرت التصوير هذي متاعها أو مغي بداية معها ربما تكسرت لأنه كانت اللهجة التونسية اللي مستساغة مستساغة ومعنطها وكأني قريبة شوية للهجة البيضة والكلام حبينا ما يكونش كلام حتى إيقاعيا ما يكونش كلام مسترسل بطريقة نفرح برش كيف تسمعني دندن حتى النبض متاع الكلام الريتميك سهل المهمة هذي زادة منعشفاي هو ربما أنك تغني في ألبوم أصواتنا بأكثر من اللهجة هو فكرة الانتشار أكثر عربيا بنسبة لك أنت يسهلك أنك تكون متواجدة في أكثر مع أكثر من جمهور عربي أكيد هو أي عمل جديد بيجيب لك انتشار يعني أنا بالنسبة لي الغناء بالفصحة كمان هو انتشار كبير لأنه هذه اللهجة البيضة يعني لما بنزل أغنية بالفصحة بيسمعوها بكل العالم العربي بكل البلاد فقد تكون مثلا اللهجة معينة انتشار بالبلد وكمان يعني مثلا الأغنية العراقية أكيد سمعوها خارج العراق بس أكيد أكثر شي بالعراق إني حبيت تغير البراند ذي إنه فايا يعرفوها الناس بالفصحة فهيت نعطيهم استيل لا هو الألبوم فيه فصحة كمان أكيد الألبوم فيه ثلاث أغاني بالفصحة لأنه هي اللهجة الموحدة أو اللهجة اللي بتجمعنا ومشان هيك كمان اسمه أصواتنا يعني فيه لهجاتنا وفيه فصحة وأكيد رحكمل غني فصحة كمان يعني عشقي الأزلي الغناء بالفصحة بس أنا عملك أنه أي عمل جديد بيجيب لك انتشار بغض النظر عن يعني هو شو تعمق إذا بدك بكل أنا تونسي كين رأى فنان آخر مش من تونسي يغني تونسي نتشد أكثر الجزائري كيف كين رأى فنان ما هوش جزائري يغني يتشد أكثر والربا مثلا ما استراتيجي لأنه مثلا كليب أو اللي تصور في نفرح برشا كان فيه عمل عنه النوري والبلايس المزيانة اللي في تونس هذه هي كانت حابة تقول رأى وجهة سياحية زادة ويجاوز ليش لا أكيد أكيد بس أنه أنا ما عملت يعني أنا هدول الأماكن اللي صورنا فيهم أماكن بتعنيلي يعني بعد كل هال أنا قليت من سنين أكيد بيجي ع تونس وكل ما بيجي فهي كمان هيك توثيق جميل وأكيد ليش لا أنه نفرجي بعض أماكننا الحلوة وبلادنا بكل شئ فيها أكيد ثلاثة أغاني قلنا الزيرية ما زالت هبتت عندها ساعتين تقريبا فريش نسمع منها شوية من بعض كانت حب أكيد كانت حب نسمع منها شوية للغنية الجديدة شو تقول هيك كلماتها ساعة تفوت لي والدنيا حكاية حبك باقي دي مالية نحسب لعوام وانتاي معايا ساكن عمري بقلبي وعينية جاعة دي ريا جاعة دي ريا باية تعامل أكثر زادا كان عمناول مع دليل أبو آمنة أدوه أدام مروان مستقرر في باريس محمد لسود تعامل مع التوينسة وين في هذا الكل وين هم التوينسة شو وين هم بارشا فنانين توينسة موجودين نحيوك على التعامل هذا ما في كل تعاملاتك الجديدة كما مع فايا كما مع أسماء أخرى التونسي غايب والله يشوف التونسي غايب في عملك في عملك صحيح صحيح ممكن ممكن بصيف عليهم زادا شو معنها بصيف عليهم لأنه في وقتنا تو مش سهل بش فنان ياخذ اثنية ويحمل مشروع بالحق أنا تو مثلا فايا معناتها نتصور عاملة الألبوم غنات عراقي وغنات الجزائري وغنات تونسي معت نجم وقوله زي ما بش تمشي تعمل أربع حفلات في تونس وتعمل أربع حفلات في الجزائري وتعمل أربع حفلات مش غادي الموضوع الموضوع أعمق من هذا الموضوع فما مشروع فما رؤية حتى احنا مثلا أنا ديما نحكي من منطلق الموسيقي الموسيقي حتى يحب يعزف يحب يعزف التونسي ويحب يعزف كلك الكسيك ويحب يعزف التركي والهنداوي التنوع هذايا مهم برشا والتنوع هذايا كل ما فما تنوع فما ثراء نعتبره مهم برشا موجود ثراء في التونس فموجود موجود ولكن السيستام صعيب صعيب بالحق صعيب أنت يشوف المهرجين بالحق أنا فما برشة أصوات محليهم بالحق معنتها قلبي يجعني كي نشوف أصوات لا حول ولا قوة ما ينجموش يعملوا حد شيء تلقاه ياخذ عرض بخمسة ملايين ويصرف عشرين مليون برشة أصوات كيما مثلا برشة أسماء بن أحمد أيد غنوج دالي شبيل محمد بن صالح مهدي العيشي مثلا هذوما أصوات كبيرة هذوما من نوعية الفنانين لأصحاب مشاريع وأصحاب عندهم رؤية فنية في الأخر موش الهدف متاعه بش يتلع يغني في عرس يخو كشي ويروح وتلقاه في الليلة عنده ثلاثة نوامر مش خادر مشكل هو تلقاه حتى يعمل في شيء ذلك وما عينوش أوفندوا الويمام ولكن هكتشوف حتى المهرجانات فما فنانين ما شاء الله اليوم في كرتاج وغدوة في مهرجان ما شاء الله واضح مع فايا جولة الحفلات بتكون بقيادتك إن شاء الله بيانسور بيانسور جولة الحفلات والأوركاستر التونسية كيف كيف تحرس على هذا أنه فايا أن تكون في حفلاتك أنه يكون الأوركاستر التونسية صوت الموسيقى ما هو اللي بش يكون فيه جديد ومختلف بالنسبة للعروض المهرجانات هل أنا دائما بالبلاد يعني كل بلد من روحه بيكون فيه وموسيقين من أهل البلد وبيكون فيه معي قائد الفرقة طبعا الصديق ريان الهبر هذه أول مرة بعمل هيك حفلات يعني نيو ساوند أو خلينا نقول فكتير محمسة واليوم بالبروفا كتير عجبني عجبني كل شي صراحة يعني بقيادة الماسترو بتوقع الموسيقى حتكون هيك كتير كتير حلوة وطوب لالبوم جديد موجود إذا بدك تعرف أكتر عن أكيد أكيد لالبوم جديد وألبوم ما تخرج كيف موجودة في الحفلة أكيد أكيد في تنوع بالبروغرام أكيد بشنو تم رؤية كاملة محمد في الله بالنسبة لحفلات فايا بالنسبة لتونس دقا سفيقس مستير غيرهم الحفلات أكيد فم حاجات اللي حبوهم لعبات وفم حاجات اللي سمعوهم وانا بالحق نفرح برشا كيف نشوف نفرح برشا كيف يسمعني جمهور جاي بشي سمع غنات بالفصحة ويحفظها ويغني معها من الأول للأخر حاجة مهمة برشا زادة المحتوى العرض لكله مية بالمية إنتاج خاص معناتها أفهمها مليح الكلمة هذه معناتها راو مهم وسادة الصمتر راو مهم مياسر بالحق مهم مياسر بشفنان في العمر في العمر هذاك يقف يعمل حفلة في مسرح كما دقها بإنتاج خاص متاعه ويبدأ يفكر تلمون عنده ماتير يبدأ يفكر بشي ينقص حاجات خطر عنده ريبرتوار هذي ما هوش ساهل راو غير طبعا المفاجآت نعش اللي تكون موجودة من أغاني تونسية إعادات منعش زادة كيف كيف ما تروح في الحفلة بعض الإعادات اللي نجحت فيهم فايا ما تروح أكيد اكشفنا شوي مش رح خبرك شي تجي بتحضرنا بدقة بقودة ربي للجمهور اللي هب يعرف زادة يحب يستنى شنون محضرت له من إعادات من نجحت فيهم فايا كسوى إعادات تونسية ولا غير تونسية ممكن ممكن مرات كتير يعني بالحفلة مثلا نتفاجأ حدا من الجمهور بيطلب شي وبيتحم يعني بصير فيه طلب عليها بدندنها مثلا حتى لو مش محضرتها مع الفرقة فدائما فيه أغاني يعني بدندنت البلتي بعد الدندن هذه والنجاح متاحها مثلا مايش مشروع خممتوا فيه انت وبلت مبعضكم نحنا تواصلنا يعني أنا طبعا يعني معجبة بلي بيعملوا بيشغلوا وتواصلنا وهيك كان تواصل لطيف بس ما حدا بيعرف بالمستقبل يعني ليش لا أكيد إذا كان إذا كانت الأغنية إلى قيمة مضافة للموسيقى يعني وقلي وقلو وفيه فكرة أكيد ليش لا عاوتلو ألو أما نصورك تحفظلو أغاني أخرى شو تحفظلو آخر بحبلو أنا أغنية اسمها أنا هاي صبعنا منها مش شاشة أحم 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 كيف تبلش أحم موسيقى 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 والناس الغدارارارا وين هم لي حبوني هل رأى الحب سكارارارارا مش نجربك لا لا مش نجربك ما شاء عليك في اللهجة التونسية ولا تمنع خبرك قصة على اللهجة التونسية من اسبوعين رحت على باريس اخذت اوبر تاكسي من المطار طلع لي درايفر اسمه عربي بعثت فويس قال لي لبنان قلت له سوريا حضرتك قال لي تونس قلت له عسلي فهو انصدم انه ليش انا سوريا وعم بحكي معه تونسي المهم بلشنا نحكي صرت احكي معه كتير تونسي يعني قللي انه شو لقت مش نحكيتك مش نحكي مشيت لتونس هو قللي مشيت لتونس السؤال هو انت مشيت لتونس انت مشيت لتونس عدلي مناطق كلهم رايحت لهم قلت له حبيبي انا راحة عبنجردان راحة جابس راحة قفصة راحة عالقصرين مهدية مفيش محل تبارقة تبارقة قلت له فهو انصدم يعني قللي قللي انا ابن صفاقس وإلى خيره قلت له اكيد هاني جاي لصفاقس قللي قللي شنو تشتغل انتي اتلو شنو شنو تخدم اتلو انا شغلي بيتطلب سفر شنو تخدم بعدين حس لأكتير قللي انا يلزم ونعرف شكون معايا بالكره شحيت تبت له انا بغني انا بريئة بس بغني باي خلنجربك انا في اللهجات التونسية في الغناء يلا بشنبديلك بمقطع يا ربي دخيلك نجينا نوردو عندو حفلة في كرتاج لبعد شوية فنان تونسي عندو بالتوفيق لي في حفلة في كرتاج اليوم اكيد باش تكون حلوة ان شاء الله بعد شوية اسماعيل بن عيسى موجود بتعطينا الاجوة هن سامعك شوية من انا والليل مرة اخرى في كرتاج وقت ايش ما تروح هذا العرض باي وقت يعني انا بيشرفني اكيد دبي دعو انت كل سنة مهرجان قل بتاج نصور محمد الاسود من المهرجانات اللي مهم جدا ان يكون الفنان موجود فيهم خاصة بالانتاجات الموجودة اكيد ان شاء الله نعرف ونستحب ذالي بقضر هذيك البلاسة الوحيدة لي قاعدت انا بحب كتير هالمهرجان بحب روح احضر حتى الحضور اكيد اكيد انا حضراني فيه كونسورتز كتير زيارة بارح كانت عرض الزيارة اه اه قولترا اه اه حضراني مسرحيات كمان من سنين اخ يعني تانيين اه باي اه اه حكيت على ألبومها صواتنا اللي هو قلت مشروع ثقافي كامل اليوم قاعد يتخدم ب اكثر من اللهجة البداية كنت مع اللهجة التونسية اللهجة الجزائرية اللي هي غنية نتصور معنا الجمهور الجزائري تقبلها زدك في كيف برشا حب برشا اكتشاف ل الفنانة سوريا قاعدة تحاول انها اليوم تقرب لهذا الشعب من خلال اللهجة اللي أنا وزادة ايضا لهجات الشمال الشمال الفريق كما نقول عن المغرب العربي دي ما يتقل عليها هو صعب متاحها راو مش صعيبة ناوبي يعني بس تتعلم تتعود شوي بصير ما بعرف او انا بحب بحب اللهجات بشكل عام يعني بس اكيد اكيد يعني مثلا اللهجة المصرية لانه منتشرة اكتر بالفنون وهيك مثلا الناس بتفهم اكتر اكيد في يعني انت قلت في وقت ما انك تحس روح قريب من الموسيقات التونسية من الموسيقات الشمال افريقيا بسفة عامة ربما القرب ذاك يساعد زادة ايضا في البوم اصواتنا اكيد بس انا القرب زاد باخر باخر سنين يعني من وقت ما بلشت سافر اكتر واتعرف على الناس الحلوة كمان الناس اهل البلد هما بيحببوك بالبلد بيحببوك بثقافة البلد ويعني انا عندي هيك يعني فضول كتير جنوين فضول حقيقي يعني اتعرف دائما على ثقافات فكيف احلى شيء تتعرف عليها بالموسيقى الرسالة من وراء البوم اصواتنا فايا البوم اصواتنا الرسالة منه هو انه انفرجي قديش عننا ثراء حبيت الكلمة اللي استعمل المايسترو ثراء تنوع بموسيقتنا لانه مثلا بيجيك واحد من دولة تانية بيقول لك اه ارابز انه نحنا كلنا عرب نحنا بس منعرف قديش فيه تنوع بهدول البلاد العربية نحنا نحكي الفصحة ومنتواصل ومنفهم مع بعض مثل ما انا وانت قاعدين هلعا نتواصل بس يعني حلو نفرجي قديش عننا غنى يعني وخاصة يمكن باخر باخر هيك فترة وفترة خلينا نقول بكل العالم اصلا يعني بس دائما في هيك انه الناس ما بتعرف قديش نحنا عننا تاريخ قديش عننا حضارة حلوة قديش عننا يعني موسيقى في وقت انه هذه الشعوب مش موحدة هذه الشعوب انه تسعة من خلال الفن انك اليوم توصل هالرسالة انه نحنا يلا نجموكون بكتير قصص نحنا يعني موحدين بس انه اكيد الفن بشكل عام هو رسالة رسالة انسانية لانه انت مش ضروري تحكي اللغة بتفهم الموسيقى مش ضروري تعرف هيدا الرسام من اليابان رسم هاللوحة شو فكر انت بتحس بشي فهو تلقائيا هو جامع يعني الفن هو شي جامع شو التجرب الاخرى قلت في وقت منك تطمع حتى الى تجسيد دور في مسرحية غنائية اه عبالي وهل بديت في تجسيد هذا المشروع ربما نعم محمد السود عنده يد في الموضوع ولا ليه نط يد بس حبيت النظرات المتبادلة حبيت حبيت الالهام لا انا كتير يعني انا ما بعرف بس اطلع على المسرح بحس حالي هيك بالبيت يعني في شي كتير حلو بحسه على المسرح وبحس في يعني تمثيل يعني انا بحب المسرح الغنائي يعني حفظاني مسرحيات الرحابنة المسرح الغنائي كتير فيه بيجمع كل انواع الفنون يعني ما بين غناء وتمثيل ورقص وحتى ازياء وتصميم بكفاء شنو ليه مع تجسيد المشروع لا بده بده كتير تفكير يعني انا عم بحكي هيك عم حط عم بزرع هيك الفكرة في الكون يعني بس انه ما في شي ما في شي هلأ بالافق بس انا يوما ما كتير بحب كون عندي مشاركة بمسرح غنائي عم غني يعني انا لما حضرت برودوي بنيويورك وبلندن كنت عم ببكي كل الوقت يعني انا حضرت لاين كينج يعني انه من اولة لاخر عم ببكي عم شوف الفرقة الوركستر عم تعزوا في لايف وفي شي في سحر يعني بتمنى بعرف انه ما كتير في ناس يمكن المنتجين او هيك بيتشجعوا يستثمروا بالمسرح الغنائي يعني اه 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 بشكل عام يعني يغريك التمثيل اه يغريني ليش لا اكيد فما مشاريع فما مشاريع اه فما مشاريع وين اه ام جاوب عقد السؤال ايه وين وين المشاريع جديد اه لا شاركت او خليني اقول اه يعني لعبت دور بطولة بمسلسل اسمه دهب غالي اه مش من زمان هو لايت هيك رومانتك كوميدي وفيه كتير موسيقى واغاني فكمان هيدا شي كان كتير مشجع هو يعني المسلسل سوري يعني انتاج سوري تصور بلبنان وهايك فقريبا رح تحضره كانت اول تجربة التمثيل لألي بس بحس يعني التمثيل قدام الكاميرا ربما يختلف عن تمثيل المسرح فما بعرف بش تمشي فيها ثنية هذه ثنية التمثيل هلا انا حبيت التمثيل اكتر من ما توقعت لانه ما بعرف كمان فيه شي بياخدك بس اكيد الغناء هو يعني هو المين بس انا كتير حبيت التمثيل انت غير العرض هذا الفيلم اللي حكيت ليه والعمل ثم عمالة اخرى تريح عليك اليوم يعني ما في شي بالافق يعني ما في شي بالافق بس ان شاء الله ان شاء الله فين الانتظار حفليتك ان شاء الله اللي بش تكون موجودة في تونس دج المستير ثم عمل على الشو زدها في عرضك تفكر انه مدام غرامك بالمسرح اجيب ان كنك تخمم تفكر في الشو بس يعني انت اليوم عم تعمل يعني بتغني هيدا النوع الموسيقى اللي هي اكتر شي بتنلعب مسارح ومسارح ثقافية فيا دوب يعني يعني هلأ عم نغني يعني هيدا بده كتير رؤية وانتاج ضخم انه يكون في شو يعني بالغناء انا بميل للبساطة بحب هيدا التواصل بين المغني والجمهور يعني في الدوقة مثلا عندك مسارح جميل تاريخي بشيكون تواصل مع الجمهور في المستير زدك كيف كيف المستير انت بدك تقول انه من بعد قرطاش بيجي المستير اكيد شوية موضوعية انا مني موضوعية وصفاق زدك كيف كيف ان شاء الله مرحبا مرحبا بيك خليك لي كنت ذلكلمة في هذا التعامل مع فايا من خلال تلاثة الاغاني وثمه مع الشريعة اخرى يظل لي في الافق ان شاء الله انا فرحان برشا بالتجربة فرحان لانه طبعت فيك الغنية نفرح برشا طبعت فيك لا بالحق فرحان كيتلقى فنان فرد توجه انت وياه في نفس عنده نفس الطموح وعنده نفس الغرام خاطر الغرام هو اللي يدفعك ويدزك بش تقدم بش تعمل حاجات معناتها بالحق مش سهل واحد يكون قاعد يعمل الالبوم في لهجات مختلفة في حاجات يحب يخوذ مغامرات يحب يعيش تجارب يحب يعمل مع نفس وتحديات هي اجتهاد وفكرة حابت تعملها بالتوفيق ان شاء الله في الحفلات اللي بقياتك حفلات فايا في الدجة في المستير في سفيقس مرحبا بيك مرحبا يعيشك شكرا لكم ومبسط بهاللقاء الحلو وان شاء الله دائما بتظلوا منورين مرحبا شكرا لكم على المتابعة